مساء الخير كيفكم وصفة اليوم وصفة خفيفة رح نعمل بطاطا مقلية مقرمشة اول خطوة رح نقطع البطاطا اصابع نغمرها بمي ونضيف لها ملعقة كبيرة من الخل الابيض وملعقة صغيرة من البيكن باودر البيكن باودر بساعد انها ما تشرب سهيت اثناء القلي بخليهم تقريبا ربع ساعة بعدين بصفيهم وبنشفهم بحمي الزيت وعشان اعرف انه الزيت سخن بواسطة عود او ملعقة خشب اذا طلع حوله فقاعات بيكون ساخن رح احمرهم بالزيت نصف تحميرة بعدين رح اتركهم بنفس الزيت لحتى يبردوا تماما يعني زي ما بنعمل مع العوامل بس العوامل احنا بنشيلها وبنخليها لحتى تبرد هون لا حنخليه بنفس الزيت لو حابين تفرزوهم ممكن تفرزوهم بهاي المرحلة يعني بعد ما يبردوا تماما رح تشيلوهم بكياس وتحكموا اغلاقها وتخلوهم بالفريزر لما بدكم تحمروا بتطلعوهم بتساخنوا الزيت وبتحمروهم عادي اما لو بدكم على طول بعد ما برد رح نولي عليهم النار ونحمرهم بهاي الطريقة رح نحصل على بطاطا مقرمشة ومشاربه للزيت ابدا وصحتين والف عافية في امان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة